من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية انطلق الحدث الأهم هذا العام وهو كأس العالم للأنزية طبعا بمشاركة النادي الأهلي اللي بيشارك في هذه البطولة الكبرى للمرة الرابعة للتوالي والتسعى في تاريخه عندنا يوم الجمعة جاية إن شاء الله مباراة في منتهى الأهمية زي ما كنا منتكلم معكم في مقدمة حلقتنا النهاردة لا تقبل القسمة على اتنين بأي حال من الأحوال عنوانها الوحيد هو المكسب ولا بديل عن المكسب واجهة قوية أمام اتحاد جدة حيكون لدينا طبعا كلام كتير متعلق بهذا اللقاء وكمان بمشوار النادي الأهلي في هذه النسخة من كأس العالم للأندية مع ضدتنا لمنورنا لأستاذ جمال الزهيري أن نأخذ الرياضي صباح الهناء صباح الفل طب صباح الورد صباح الجمال يعني صباح العسل ما تمشيش معك ماشي خلاص يبقى نخليها الصباح العسل احنا مكملين مع حضرتك للأدان فلنهاية الحلقة فعندنا يعني استفادة في كل حاجة بزيب تفاصيل هتكلم فيها براحتنا كل الأمور والخلفيات والكواليس حاليا خانا نبدأ كده ونقول بطولة ليست جديدة على النادي الأهلي المشاركة ان شاء الله التسعة وتكون يعني نتيجتها مختلفة وأفضل من المشاركات اللي فاتت فرصتنا هذا العام من المشاركة أي بدقين الأستاذ جمال وعايزة برضو نروح ليه تحليلك ليه أو رؤيتك لمباراة أمس شوف يا أولا طبعا بالنسبة للبطولة مجرد مشاركة النادي الأهلي للمرة التسعة ورابع مرة على التوالي أعتقد أنه شهادة يعني بأن النادي الأهلي هو زعيم القارة الأفريقية بلا منازع وباعتراف الجميع ويمكن ده جاي من ساعات أو أيام قليلة باعتراف الاتحاد الأفريقي بأنه النادي الأهلي هو صاحب لقب الأفضل على مستوى القارة الأفريقية وده أعتقد أنه لم يعود جديد يعني على المشاهدين والمستمعين وما فيهوش يعني ما فيهوش لماضة وجدال يعني ما فيش حد يقول لا دانا لأنه بالأرقام وبالتاريخ ده بقى أمر واقع نرجو أنه طبعا يستمر على طول أما بالنسبة للطموحات فدائما طموح النادي الأهلي وهو يشارك في هذه البطولة أن يصل إلى شوف أنا دقيق في كلامي يصل إلى المباراة النهائية ووقتها يعني حنقول نصف نهائي ولا حنقول نهائي لا إحنا الطموح الدائم أنك توصلي النهائي يمكن إحنا قبل كده حققنا نادي الأهلي حقق مركز ثالث مركز ثالث كام مرة دلوقتي مركز رابع بس مع ذلك الطموح موجود صحيح دايما أنت بتلعب أو بنلعب على هذا الأمل يعني مهم بقى هل الأداء بيوجاري الطموح بالزبط كل المباريات السابقة اللي هي بعض الناس أفاضت في الحديث عن انهيار الناس بتكلم وبتحمل الأمور أكتر من طبيعتها عدوا مرحلة تزامل يعني انهيار الفريق والله وصل للانهيار وصل في بعض البرامج أنا بسمع محللين كتير كما لو أن الأهلي بعت تماما لا الأمور حتى الآن نقدر نقول أنها تحت السيطرة ما فيش هو محلل واحد أنا عارفاه لا والله فيه كذا واحد هو الله العظيم فيه أزمة معالي الأهلي هو محلل واحد أنا عارفا مين لا فيه كذا واحد برضو عندهم هواية أنه هو يخبط أي حاجة يعني مجرد أنه هو يحط الأهلي في جملة مفيدة وكولر في جملة مفيدة طبعا الأداء غير مرد حل اللي هو كان لعب سابق خلينا نبقى على المفتوح بقى أديني ربع ساعة وحقول اسمه بتبقى حالة نفسية في صراحة النهارة غالبا بتكون حالة نفسية لكن عايز أقول أنه الأهلي خلال الفتر الفت أداءه برضو عشان نبقى وقعيين وموضوعيين غير مرضي حتى لجماهيره قبل أي حد تاني ولكن ليس معنا هذا أنه بعيد يعني بدليل أنه في الدوري مازال موجود رغم أنه ملعبش مطشط كتيرة يعني أقل من غيره في الدوري مازال على القمة أو بينافس على القمة ولو مباراته المؤجلة تلعبت حيبقى على القمة بإذن الله ثانيا في دوري المجموعات الأفريقي ماشي ويتصدر مجموعته قد يكون الاتفاق بيننا كلنا أو بين الناس يعني أنا بتتفق معهم في أنه الأهلي عنده مشكلة في إضاعة الفرص دي ما حدش يقدر يعني يختلف عليها وهي تسير علامات استفهام ودهشة مشجيع الأهلي قبل غيرهم صحيح يعني مش هنقول مش هنتهرب من هذه الجزئية ولكن قد نحملها في بعض الأحيان إلى عدم التوفيق بدليل آخر مبارات الأهلي فرص سهلة جدا جدا في مبارات شباب بالأزداد انفراضات تقريبا ويستطيع أي لعب في العالم أنه يحرز منها أهداف ومع ذلك بتخرج بس ما هو ده اللي يخلينا أن ننتقل من مرحلة الإحساس بعدم التوفيق إلى مرحلة الإحساس بأنه لا فيه إنعدام للتركين ما هو ده لما تقال فرص سهلة للدرجة ما علش ده أحيانا برضو بيكون نتاج للضغط النفسي المحيط بالفريق يعني أنت بس دول العيبة محترفة أستاذ جمالي يعني مش مش هدي عذر بصراحة نفسي أنا مش بدي أعذار أنا كل اللي أنا بقوله خلي بالكوا أنا بعمل الاستعراض ده مش لمناقشة قصة إيه ضياع الفرص ليه والكلام ده أنا بعمله على أساس أن إحنا ما نربطش بينه وبينما نتمنى أن يحدث في لقاء الجمعة مش بنيدي أعذار يعني أه مش بنيدي أعذار وكمان أنا يعني بقول أن الأهل في مباراته القادمة أمام اتحاد جده زي ما قلت كريم أنه لا تقبل القسم على اتنين لا لشيء إلى أن نظام البطولة كده الفائز طبعا مولود والخاسر مفقود بص بص المشهد الجميل ده وهم وصلين والمصريين المتجمعين هناك وعناصر نسائية كثير كمان موجودة بص بص لا المشهد جميل الحلوة بقى أنت لما تروح أي حتة في العالم هتلاقي أهلوية يعني مفيش مكان تقريبا موجود على الخريطة مفيش أهلوية فده شيء جميل إحنا في كل حتة تحس أن عيلتك وراك في ظهرك مفيش مهرة وعلى فكرة نادي الأهل يسافر لعب في حتة ملاقاش جماهير موجودة وده شيء بيلفت نظر أي مدرب أجنبي بيدرب النادي الأهل صحيح إنه هو شايف جمهور الأهل في كل مكان يعني وكأن الأهل ده ممتد ممتد ومتغلغل في جميع الدول اللي بيروحوها حتى دول أفريقيا حتى الدول العربية طبعا اليابان تلاقي كله 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 فحيث يوجد الأهل يوجد جمهور الأهل وده برضه هيكون إن شاء الله موجود في لقاء جمعة بإذن الله صحيح يعني أعتقد أنه جماهير الأهل لن تقل عن جماهير اتحاد جدة وطبعا نخرج منها على من هذا الكلام على مباراة الأمس بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي نقول برضه إنه الفارق الفني بين الفريقين واضح طبعا لصالح اتحاد جدة طبعا بكتيبة المحترفين ونتائج برضه السابقة في المواجهات ليهم طبعا وبطبيعة تشكيلة الفريق لا يعني بيضم كتيبة من المحترفين بداية من الحارس إلى أحمد حجازي طبعا إلى خط النص بتاعهم لا هو أصلا كلهم محترفين وفيه ثلاثة أو أربعة زي ما كنا بتقول للسعودين أصلا يعني ما أنا عايز أقول إنه خط النص مثلا فيه لعب واحد من السعودية وهو فيصل الغامدي طبعا أنا بتكلم عن التشكيل اللي لعب الأساسي 98% إضافة إلى كريم بنزيمة طبعا فعايز أقول إنه هما أربع لعبين وأنا بعتقد إنه حتى بعد الضغط الشديد اللي عملوا اتحاد جادة على أوكلاند سيتي ضغطه هجومي مكسف وعنده من المهارات وعنده من اللعيبة اللي تساعده على ده ضغط ضغطة جمدة جدا أحرص ثلاث أهداف في الشوت التاني بدأ خلاص واتطمن على النتيجة خلاص مش عايز يعمل مش محتاج يبزل جهد أكبر ممكن يريح بعض اللعيبة كان مستسلم قوي يعني آه طبعا فانياته أقليلة ولسه نادي يعني بس برضو اللعبة ما كانش موجود طريقا خالص وكأنه خايف من المنافس فهو مش قادر يعمل حاجة أنا شايف أنه فرق إمكانيات برضو يعني مش مسألة نفسية يعني مش خوف لا في ضغط مكسف فعلا من خط وسط اتحاد جادة ومهاجميه مهاجميه تشعروا معاه أنه لا الفرقة دي أنا لازم أكسب يعني هو نازل حتى فيه فرص كتيرة جدا من هدف أو اتنين من متابعات لتشتيت دفاعي ودي النقطة اللي احنا برضو يجب اللاعباتنا ياخدوا بالهم منها اللي هي الكرة التانية بعد ما تشتت الكرة هتروح فين الكرة ما تروحش اللي واحد من دول تروح لأحد لاعبينا اللي هو يقدر يمتلك الكرة ويستحوز عليها ويتقدم وفي نقطة مهمة جدا أنا أعتقد نادي الأهلي كانت مشكلته برضو في بعض المباريات وسوق النتيجة والأداء أنه كان في بعض المباريات بنلعب لعب فردي نادي الأهلي لو لعب لعب جماعي بتاعه هيفرق بشكل كبير احنا لو لعبنا اللعب الجماعي المعروف هيفرق لكن احنا بصراحة كنا في بعض الأحيان ده بيلعب لوحده وده مع نفسه لا ما تنفعش خالص هي لعبة جماعية وامتلاك الكرة يعني احنا شفنا في فترات وده باين قوي لمسة أو تعليمات كولر انك تحتفظ بالكرة معاك ما تبقاش مع المنافس حتى لو انت مش هتبني هجمة على الأقل يبقى انت الكرة معاك في حوزتك يعني وتبتدي بقى ده اللي بيساعدك ان انت تعمل هجبات ايه ثاني لازم نرعيه وناخد بالنا منه فضوء اللي حضرتك شفته فماتش مبارح تحديده الدفاع لازم يكون يقز جداً لان لعيبت اتحاد جدا عندك كانتي عندك كورنادو ايجور كورنادو ده برازيلي برضو كانتي فرنسي رومارينيو برضو لعب برازيلي متميز جداً فابينيو ماشي ودول كلهم بيصنعوا الفرص ويشاركوا في احراز الهداف ويصنعوا الفرص لبنزيمة مين كان يقول ان انت بتلك تتكلم عن منتخب او فريق سعودي لا سوري مش منتخب فريق سعودي طوع تقول عن اسماء كانتي هو الاختراف خلاص بأمر واقع لا هو الاختراف ما هو عالم كورت القادة مؤخراً بقى مختلف ده ما كناش الوقت ممكن فعلاً فريق كامل يبقى فيه واحد بس من محلي يعني ودلوقتي فيه ثلاثة او اربعة حتى على مستوى العالم يعني هبنشوف منتخب فرنسا نفسه مش هقول بقى اندية المنتخب الفرنسي نفسه من طب وبعدين المستعمرات يعني من المستعمرات التابعة لفرنسا فبالتالي هي اصل كورت القدم هو ليه بيقوله جمهورية الفيفا او دولة الفيفا لانه هو بالفعل بقى عالم تاني حتى يجي يقولك في اللجوء للمحاكم لا ما تلجأش للمحاكم المدني تعليقا على مشكلة حسين الشحات وشيفي لانه خلاص بقى فيه قوانين حاكمة لهذا المجال والعالم كله بيحترمه بدليل انه رئيس الفيفا بيعامل على انه في زياراته للدول على انه ممكن يقابل رئيس الدولة في اي مكان او لماذا وصلت لكورة القدم كمان او سوس جميل لا وصلت وصلت ما لازم ارسد ده واقع والاحتراف فعلا خلى العالم قرية صغيرة يعني بالفعل وحد الدنيا انت بقى في امام هذا مطالب بايه بان انت تقوي صفوفك دائما وتلعب على هذه الحقائق اللي موجودة احنا الحقيقة حاليا المطالبين بين احنا نطلع فاصل ايو ماش نرجع بعدين نكمل الدناج مفيش مشكلة ونرجع نشوف ونرجع نشوف هنعمل ايه طيب حدثنا ريس مستمر طبعا مع دفنا العزيز جمال الزهيري الناقد الرياضي والحديث عن كاس العالم للانديا والنادي الاهلي وحنعمل ايه المباراة القادمة لازم ناخد بالنا من ايه تكلمنا حضرتك او حرك ذكرت موضوع الدفاع لازم نركز على الدفاع بتاعنا ايه تاني ورؤيتك اصلا المباراة يعني هل احنا بنتكلم ان ففتي ففتي مثلا دلوقتي النسب ولا ايه الوضع النسب موجودة يعني يعني ما نقدرش نستبعد احد الفريقين الفريقين عندهم انا بقول برضو عشان ابقى فير حظوظ متساوية مفيش مشكلة بس مين اللي بيفرق في التفاصيل الصغيرة تفاصيل الصغيرة مهمة جدا في هذه المباراة انك انت ازاي تأمن دفاعاتك كويس وفي نفس الوقت تبني هجمات وفي نفس الوقت اللامسة الاخيرة يعني عندك تلات امور لازم هيتعملوا في توقيت واحد يعني دون ان يطغى احدهم على الاخر يعني انا مش رايح ادافع وفي نفس الوقت مش رايح اهاجم واسيب دفاعي يعني لازم يبقى فيه ادوار واعتقد انه كولر دي مهمته انه هو بيدي تعليمات معينة هل التعليمات بقى بتتغير لما بتكون بتلعب فريق فيه عناصر بعينها لازم تاخد بالك منها بشكل طبعا طبعا اضافي عن الوقت يعني لكن مثلا بتلعب حد فريق تاني مثلا منافس ليك من ضمن اللعبة اللي فيه حد زي كريم بن زيمة اي كانتي انت هنا ممكن نتيجة وجود الاشخاص دول والاسماء دي تغير من طريقة لعبك ده مية في المية انت بتبني طريقة لعبك اصلا على المنافس يعني لو انت هتلعب مع اوكلاند سيتي مش هيبقى عندك مشاكل كتيرة وعشان كده كان كولر كان بيحضر المباراة وبأكيد بيسجل ملاحظاته طبعا وشايف بطريقة افضل مننا كمان ايه نقطة القوة اللي موجودة ونقطة الضعف انا بشوف ان الخط الدفاعي فيه اتحاد جدة لو انت قدرت فيه صغرات تبني هجماتك عليه وتشتغل عليه بشكل كويس المهم انه لا مجال لاضاعة فرص بصراحة صحيح يعني لانه الهدف اللي بيجي بيعليك حتى نفسيا طبعا لكن ان انت تضيع صحيح ثم تضيع زي ما بيقوله في الكرة اللي بيضيع هيستقبل يعني لانه ده بيعمل معنويات افضل عند المنافس فحضراتك بتقول انه بتفرق انه يكون فيه نجوم معينين او لعيبة معينين انت بتدي لعبتك مهم خاصة للعب عليهم او رقابتهم اه طبعا يعني بنزيمة اكيد هيبقى عليه شغل كانتي هيبقى عليه شغل مع انت ما تديش كمان خط انا شايف من خلال مباراة امبارح ان خط النص مهم جدا يعني امبارح وسط اتحاد جدة مكتسع مالي منطقة النص امام تراجع واضح جدا من اوكلند فبالتالي يعني المباراة دي بتبقى فيها شغل كتير فيها حسابات خاصة وفيها شغل كتير يعني فيها تعليمات كتير واجبات كتير على كل لاعب يعني مفيش حد هيستريح يعني كله هيبقى شغال طوال التسعين دقيقة وحيبقى مطش قوي جدا واعتقد يعني ان شاء الله او نتمنى بإذن الله ان يكون النادي الاهلي هو الفائز بإذن الله طيب انا بحب دائما افترض افترض سيناريوهات حنروح للسيناريوهين تفضل في حال ان احنا فوزنا ما بعد طبعا والفريق البرازيلي وليس بسهل طبعا ابدا وفي حال ان احنا ما فوزناش لقدر الله اه قولي السيناريوهين ممكن يبشكلهم عمزة وما بعدهم او عايز اخليني في الاحتمال السيناريو الحالو السيناريو الحالو وسل اتنين وردين اه طبعا وردين ما فيش كلام او انت على حسب بس خلي السيناريو التاني اه معروف لا اصدوا ليه نتكلم فيه لان انا عايز اعرف هل لقدر الله لو ده ما حصلش ممكن يؤثر سلبا على بقية مشوار النادي القالي فيه البطولات التانية ان انا لسه عندي حاجات كتير قوي فانا عايز اتطمن دي نقطة مهمة جدا الناس ربطة اه اه الفريق ومصيره ومستقبله ومستقبل كولر بالبطولة دي صحيح في ناس عملك لا وهذا الكلام غير طبيعي يعني انا بعتبر هذا الكلام امتداد لحالة الايه التشكيك وهز ثقة فريق النادي القالي يعني ان دي بطولة ما تقدرش تعمل لها حسابات وتاخد بناء عليها قرارات لو افترضنا حسن النية عند الناس اللي قالت كده او اللي شافت كده تاني لو افترضنا حسن النية هنقول عشان هما شافوا في الفترة الاخيرة ما لم يصرهم خلال متابعتهم لا ده بالعبس ده شافوا هما كده شافوا بيثبتوا ان هما شافوا ما يصرهم ده هما مبسوطين يعني اللي بيتكلموا في الجزئيات دي هما مبسوطين ان الاهلي مش في حالة الطبيعية بيثبتوا بشارة النادي الاهلي هيلعب مباراته مع شباب بلوزداد هيلعب السوبر المحلي يعني هناك بقى بطولات حقيقية طبعا دي بطولة برضو يعني لو كسبتها هي بطولة حقيقية جدا لا بطولة حقيقية جدا بس انا بتكلم عليها انها ما 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 دي مهمة جدا هي دي اللي هتعملك نقطة انطلاق نقطة انطلاق وتفويق جمدة جدا هتخليك تخش بطموحات مختلفة امام بطل امريكا الجنوبية وطبعا اي بطل لامريكا الجنوبية لازم هتحترمه اكيد ما فيش كلام ما فيش ازار واذا انت قلت لا انا ما كنتش عايزة لعب هنا لا كنت هتلعب مع بطل اوروبا الجريح ايضا يعني ما جايه عايز برضو يفوق يعمل اقفاقة طب فهي المسألة محتاجة شوية تركيز قوي من لعيبة النادي الاهلي لان الفوز باذن الله في مباراة اتحاد جدا انا بعتبره بصرف النظر بقى عن الناس اللي بيرتبوا ما بعد البطولة انا بقول على الواقع يعني لا الفوز لازم يكون مهم جدا جدا ونقطة انطلاق زي ما انت قلت طيب تعالى شوية نروح لبعض الاقويل ونشوف مدى اصلا يعني منطقيتها من عدمها او من عدمه طبعا قصة ان انا بربط كتقييم للفرق المختلفة مش هكلم بس عن النادي الاهلي بالمدير الفني يعني بعض الناس عندك يا جماعة ايه المطش ده مش حلو المطش اللي بعدين مش حلو المطش التهت مش حلو ده يعنى بطولة غير لي اللعيبة وغير لي الصفقات وغير لي المدير الفني ده بيقال بشكل مكثف وتحديدا في الفترات اللي بيبقى فيها دروب ولو هنا هقول عن النادي الاهلي حصل في الفترة الاخيرة الكلام ده ما بيحصلش في العالم كله وبالتالي فيه من ثلاثة مختلفة وفيه حاجات كتير جدا مختلفة هو انا لغاية ام تحفظا لسه بالفكر ده ان انا بمشي القصة بتقييمي او حبي للعيبة والمدير الفني او رضاية عنهم وبدأ بيحصل على مستوى المنتخب بالمناسبة ما ماتش او اتنين او تلاتة او بطولة يعني كلام غير سليم ده فيه في اوروبا قدية ومديرين فنيين بيعودوا بجد بيجيبوا كل اربع سنين بطولة واحدة حدش بيطالب اصل من الجماهير ان هو يمشي فرق كبير الفرق في انا من وجهة نظري في الاعلام المرافق والمصاحب واللي بيغطي يعني احنا معلش عندنا وده مش انتقاد بالمعنى بل لكن هي ملاحظة انت عندك كل يوم قد ايه برامج رياضية بالليل هيتكلموا معلش يعني مع كل الاحترام لازم يناقشوا المشاكل والاشياء دي وقد يكون الاهلي هو بيتربع على عرش البرامج الرياضية حلو او وحش سواء كان منتصر او مهزوم في الحالتين بيديهم مدد او عنده اخفاء اه بالضبط بدليل ان انت بتلاقيه دايما البرامج بتبدأ بالحديث عن الاهلي سواء كان فائزا او مهزوما ثم الزمالك ثم الاندير اخر صحيح هو ترتيب الحلقات يعني يعني ما اعرفش صحة ولا ايه بس انا لا لو فيه منتخب بيبقى في الاول وبعد كده وبعدين التقييم بيكون بناء على انتماء المزيع والضيوف لانه احيانا دلوقتي في بعض البرامج بتستضيف ضيوف خاصين جدا هما بيبقوا دائمين اه ودائمين في الغالب يعني دلوقتي فخلاص بقت متصنفة انه مهما عمل يعني حتى لو الاهلي عمل ايه بيقولوا ايه عن الاهلي ده كلر غلط ده كلر مش عارف عمل ايه ده لا ده كان الاهلي ممكن يكسب اربعة مش واحد يعني حتى لما يكسب يعني على فكرة الانتقادات مفيش مشكلة فيها لكن في بعض الاشخاص بتطلع مش تنتقد مفروض انت اعلامي يبقى فيه لغة بتختارها لا هو بيتكلم فيه حضرتك يا استاذ فكر انت فيه كان تنمر على بعض اللعيبة الاهلوية ايو لا انا عايز اقوله حضرتك كلام اللي انا بقوله شيء صعب يعني كلام اللي انا بقوله في قناة الاهلي انا بقوله في القنوات الاخرى معروف معروف عن حضرتك لما اروح اي قناة ليه لانه مقدرش اقول ان الاهلي حلو قوي وهو وحش يعني اداءه فكرة احنا هنا في القناة ده بنتكلم بالقديم وعلى فكرة هو ده هو ده الصح ما هو ده اللي انا عايز اقوله لكن ان انا اخياء داخل حلقة معينة واقول نوايته ان اهاجم باي شكل من الاشكال بق الاهلي لا بيلعب حلو النهاردة كسب لا اللعيب ده غلط سلوكيا ما انا داخل متحفز اثر ومطرب ناوي يعني طبعا فعشان كده انا بقول ايه انه اللي حالك بتقوليه حتبني فريق ازاي ازا كان انت كل يوم معرض لانك تخلي المدير الفني يتخانق مع المشجعين يعني حالك بتتكلم ان السبب السبب الاعلام اصلا مش مفروض الاعلام يؤثر على اصحاب القرار ازاي ما هو ده حصل مع المنتخب لا يعني مثلا ايام مسيماني مش كان الراجل برضو عامل انجازات اه في الاخر ما تحملش هو الضغط هو نفسه شخصيا وبعيلره كتير من الاخر اهو قال انا مش قادم طب الموضوع ده بقى هل فيه زابط لي رابط لي باي حال بالاحوال لان احنا خلاص كلنا مجمعين ان الموضوع ده بيعمل اضعف الامان بيعمل بلبلة بين الجماهير بيوصل للعيبة بشكلة واباخر وطبعا نتيجة سيطرة السوشيال ميديا في كل حاجة بتوصلهم ومتأثر عليهم بالسلبة تغلب الاحيان طب هل فيه حاجة ممكن تتعامل عشان ضمان الحيادية والموضوعية والابتعاد عن البهارات والتحديش اللي بتخامل حالة مشهدت عامية دي مطروكة للناس اللي بيقدموا المحتوى الاعلامي يعني يبقى فيه بعض المصداقية وبعض الموضوعية ماشي يعني بقى انا بناقش الامور بشكل مفيش مبالغة ومفيش اصد ان انا اهد الاهلي او الزمالك او حسب الانتماء يعني ايه وفي نفس الوقت اللعيبة زي ما حدوك قلت محترفة فيجب انهم يكونوا عندهم قدر اكبر من التحمل والصلابة ما بقاش انا لعيب محترف وازعل مثلا ان انا انتقت منت طبيعي جدا انت راجل بتتقاضى ما تريده من اموال فتحمل ينتقدوا في البرامج التلفزيونية لكن في السورة المنطية ساعات بيتهانوا ده بالعكس السوشال ميديا ما تقدرش تسيطر عليها اكتر يعني لازم حتى اللاعب يعني زمان كان يروحوا شايلين الفياش المدربين بتاعت التلفزيون عشان ما تفرجوش على البرامج انت تاخد قرار ان انت كلاعب ما تتأثرش ما تدخلش فيه حتى ملاسنات مع مع الجماعيين انا بجد عايز اقول حاجة يعني يعني انا مش عارفة هو مفروض ما يكونش فيه اصلا اي مع احترامي السوشال ميديا بس ولا اساسا فيه اهتمام اللي بتقال عنها يعني انا بشوف ان الشخصيات الطبيعية اللي هي في مراكز معينة هو بجد وانا هيفرم معي تعليق واحد مثلا سلبي او حتى ايجابي مع احترامي ما بالك انت لاعب دي عايزة وعي بقى ذاتي لا وعي ايه ده هي شخصية بس يعني بجد هو مين ممكن ان هو يتأثر بكومنت حلو او وحش بالزبط هو ده بيحصل انا بالنسبة لي عملي ما بتأثر انت بتتأثر بص نفس بشرية في الاخر بعض الناس ازايا يعني ازايا ازايا انتقادات حقيقي مهينة برضو يا كريم برضو يا كريم هو كارز ليه انت اي برنامج اتفرج على الكومنتز بتاع الناس هتلاقي واحد ممكن يجتمك طبعا لا ليه يجتم ده فيه قانون على فكرة لا يعني لمجرد بص يعني يجتمك ويجتمني في حاجة احنا الاتنين مش مشتركين فيه لمجرد اننا بنقول حاجة مش على هوا على هوا بالزبط يتحاسب قانون انا ما فيهاشها رايز يقول حاجة يقولها جماعة ما فيش قز او او يهمل يتحط فيه لا ما يهملش ليه فيه قانون فيه قانون لو بس انا بتكلم بقى على مسألة التركيز بتاعك انت تركيزك في المرعم ماشي طبعا وكل ما تزيد الانتقادات مفروض ان انت يعني انا باخد من محمد صلاح برضو الحقيقة جزئية مهمة انه هو محترف لما بيجي يقول المنتاليتي ايوا على فكرة مدربين اجانب كتير كل ما اتكلميه زمان من زمان تسأليه على او تسأله على على طبيعة اللعب المصري يقولك المنتاليتي صح المنتاليتي مش بمعنى انه هو يعني قليل ادب ولا وحش انه هو مش محترف المنتاليتي بتاعته ما فيهاش احترافين انا عندنا لعيبة كتير احترفت في الخارج وما نكحتش برغم ان هي هنا كانت بالضبط يقعد اسبوعين يقعد اسبوعين ويرجع لانه لا يتحمل ضغوط كتير منها الغربة منها منها طبعا مش المفروض نرسخ المنتاليتي دي قبل ما يستخدم كل العيبة بتوعنا حتى محليا لصالح الاندية اللي هما بينتمون ما تقدرش برضو اه طبعا ده واجب بس ما تقدرش تقنع بيها الجميع بنفس ايه الدرجة فعشان كده بنقول ايه احنا بنطرح القضايا يمكن حد يعني يسمع فيتنبه يعني بس لكن في النهاية ال الاساس عشان كده انا بقول ايه لما انت بتلعب مباراة وتحرز هدف مبكر انت بتركب الماتش نسبة امكانية حدود هذا الامر تماتش اللي جاي ان شاء الله يوم الجمع وارد وارد ما انت لازم برضو اكيد المدير الفني بيبقى عامل مع لعبته سيناريوهات الربع ساعة الاولاني لو حصل كذا انا هعمل كذا يعني يعني بتبقى متقسمة طبيعي جدا انه هو بيقسم المباراة الى فترات زمنية واحداث قد تحدث يعني بيدي له احتمالات لو جاي مرمانة دخل مرمانة هدف مبكر مثلا هنعمل ايه هنرتبك ون لا بيحصل كده للأسف بقى معظم لا هو لازم لازم بيكون في خطة سيناريوهات سيناريو لمواجهة الحاجة اللي انت مش متوقعة خلينا بقى نقف عند التفصيلة دي ونطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام رحبا حضراتك وده خالص ده الفاصل الأخير بقى مكفى فواصل والله احنا والله احنا نهار ده عملنا كذا فاصلنا كذا مرة طيب نرجع بقى لان برضو كسر عالم للأندية الملف الأبرز حاليا وعايزين نطمن الجماهير احنا كلمنا في كل حاجة مقلقانا وإيه الكواليس ورؤيتنا ونقاط ضعف وقوة لكن انا عايز اطمن بقى في الدقائق الباقية انا وكريم الجماهير ونطمنهم بمنطقية تاريخ مواجهاتنا في هذه البطولة تاريخ مواجهات اتحاد جدة في البطولة دي مش احنا وهم يعني مع بعض لان هم طبعا الأغلب للأسف الشديد وفي نفس الوقت انا فرصي السنة دي تختلف عن السنة اللي فاتت او المشاركة الموسم الماضي في ايه يعني هل فيه كرادت اكبر المشاركة المرات دي ولا برضو الموضوع مقلق ممكن اوصل برضو رابع العالم رغم ان رابع العالم على فكرة مش وحش طبعا يعني لما رحنا رابع العالم الناس قلتلك اوه رابع العالم وهم ما شاركوش أصلا يعني عمرهم ما شاركو ولا ولا هيشاركوها فاتفضل شوفي اقولك طبعا هو الطموح دايما زي ما قلنا اوه ممكن يشاركو والله انه تعمل دا يعني حتى يعني كل الفرق المشتركة في قصة العالم المباريات الاخيرة بتاعتها مش احسن حاجة صحيح قبل ما ينظر اه قبل ما ينظر وده غريب على فكرة هو ده برضو نقدر لقول انه في كرة القدم طبيعي وده بالك يعني طبيعي ان انت الاداء ما يبقاش على طول في نفس المستوى ونفس الدرارة بتجهز نفسك لبطولة كبرى غير عندنا احنا بقى احنا عندنا هنا لازم الفرقة دي تبقى حصينا بتجري بنفس القوة على طول ما فيش حاجة اسمها انخفاض مستوى ده العقلية يعني لكن انا بقول انه مجرد المشاركة في كأس العالم او تواجد لعبي الاهلي في كأس العالم الاندهاء انا تصوري وتوقعي انه حيرفع من عندهم حيرفع عندهم مستوى الدافع يعني يعني انت لما بتلعب ده شيء منطقي اه وبعدين الحدث الاخير بحصول الاهلي على ثلاث القاب في الاتحاد الافريقي احسن نادي وا احسن لاعب واحسن هدف داخل قرى بيرسي تاو واحسن هدف كارابا ده برضو خلي بالك بيعامل مساعد جدا على ان اللعيبة مش يرفع المعنويات ولكن مش بس ده اللي انا عايزه دلوقتي رفع معنويات تجديد دوافع كلام ده كله مهم ماشي بس انا يعني عايز اتطمن انا عايز اتطمن انا عايز اتطمن تتكلمي على مستوى الاداء فنيا وكل حاجة وجهزية يعني احيان كتير جدا بتبقى الاخطاء نتيجة لانك بتضيع فرص سهلة جدا مثلا نتيجة ايه واحد الدنيا مضلمة معايا اوالله يعني بيبقى نفسيا غير مهيئ انه هو يحرز اسهل فرصة يعني انت تشوف فيه فرص بس هو يعني وحبكة يضلم في كاس عالم يعني ما يضلم محبوليا بيننا وبن بعضين بالعكس بالعكس ده هو ان شاء الله في كاس العالم الدنيا تبقى افضل هتنور وحقول انه الاداء الاهلي يعني انا متوقع انه يبقى افضل امام اتحاد جدة كبداية يعني ولو نتذكر كاس العالم الماضية او السابقة انت كممكن تحقق نتائج افضل يعني امام ريال مدريد تخسرت اربعة واحد انا هتقول لي لا ده ده اللي حصل لا هي اتنين واحد لحظات صغيرة جدا من غياب التركيز هدفين متتاليين صح فخلى شكل النتيجة مش انا كنت خايفة برضو انا نزلة بلعب وانا خايفة وده غلط مهما كان المنافس بتاعي قوي ما ينفعش اظهر بصورة ان هو انا مهتز او مع التثقة او ان انا شايف نفسي قليل ده بيخلي فعلا ان العامل ده اه يخليني فعلا نفسر عشان كده العامل النفسي برضو لازم نقول مليون في المية مهم جدا والتركيز ما هو التركيز ده نفسي ما هوش حاجة عضوية يعني يعني حتى التركيز هو حاجة نفسية صحيح فدي مهمة جدا واعتقد ان كلام مستر كولر للعيبة خلال الايام الاخيرة وده واضح من خلال تصريحات اللعيبة يا رامي ربيعة والشناوي انه فيه اهتمام بالجانب ده لانه اللعيبة عارفة مش لعيبة كرة جديدة وعارفين كويس امكانياتهم ايه لكن اعني بنتكلم على كل ما زاد تركيزك وكل ما زاد حالتك المعنوية او النفسية اعطاك انا كنا بنتكلم على فكرة الحاجات اللي المخوفان او اللي الان تعالي نتكلم بقى على العكس متطمن من ايه او متطمن ل ايه حضرتك في المطش اللي جيده في النادي الاهلي يعني او في الفريق تتطمن ان الفريق ده مش جديد على البطولة مش جديد العيبة دي مش جديد على بطولة كاس العالم يعني مفيش اللي هي الخضة بتاعت انه انا الاول مرة بشترك لأ عندك مخزون برضو لغاية السنة اللي فاتت يعني اه عندك مهارات برضو عندك حسين الشحات مهاري عندك كهربا عندك بيرسي تاو انا بقلق من حاجة تانية انا عندي سكواد واثنين اكتر من رائعين لكن مشكلتي ان انا فيه تذبذب في المستوى ما انا بشوف حسين الشحات متقلب جدا وكهربا في ثلاثة اربع مباريات وبعدين بلاقي مستوى متواضع جدا في المباريتين ثلاثة فهو ده اللي انا خايف منه انت حتبقى ده ولا حتبقى ده بالضبط مهو عشان كده البديل بيبقى مهم يعني لما لما يكون الاساسي مش في يومه البديل قد يكون في يومه فينزل بيغير مهو انتقدوا الروتيشن ده قالك وانت بقى ابتلع عبني لا مهو الروتيشن مش برضو مهو ان الروتيشن بجهز بي اللعيبة بتاعت كلها مش بكم مش بكم كبير يعني يجب انه يبقى فيه مش ثبات في التشكيل ما اصلا لو عندي ثبات يعني بمعنى ايه لو الباك اليمين عندي محمد هاني وعندي اكرم توفيق ده له مهام وده له مهام حسب ما انت عايز يعني انت عايز تأمن دفاعي بتبتدي باكرم عايز اللاعب يعملك هجمات ويعني يقوم بدوره وجومي بيبقى عندك محمد هاني فاختيارات المدير الفني مهمة وتعدلها أثناء الجيم من هذا المنطلق بقى شايفين ايه ايه التشكيل الامسة للنادي الأهلي قدشت تحت جدا يعني نقول ايه الشناوي طبعا ممكن اكرم محمد عب منعم ياسر ابراهيم علي معلول ممكن العام مروان عطية اللي هو الهوف ديفندرز ايليو ديانج طبعا ممكن هيبقى هنا الخلاف على هل يلعب بأفشة ولا بإمام اللي اتنين قادرين لكن أفشة عنده برضو ده عنده مميزات وده عنده مميزات لكن الاختلاف ما بيبقاش كبير التلاتة للخط الأمامي اعتقد اللي احنا قلناهم يعني بيرستاو كارابا حسين الشحات احنا الوقت خلاص بس احنا ممكن نعمل حاجة حلوة قوي بقى ممكن نعمل جوائز نعمل وصلة لا نعمل جوائز وتوقعات والله يعني نتوقع أولا سؤال أولاني مين اللي يفوز توقعات المطش المباراة الجمهور بقى اه للجماهير طبعا ومع مين اللي يفوز بكام يعني نتيجة كام خالب أحد يزبطها مزبوط بس الجوائز ازاز انت بقى حاجات طبعا يعني عشر تلاف جنيه بقى وانت طالع مين بقى اللي هيدفعهم معرفش بس والله ممكن نعمل حاجة كريم ما تيجي نعمل حاجة كده وانطلع الجوائز من جبنا يلا اعملوها خمسة منك وخمسة مني اعملوها ابتداء من بكرة لا بكرة انتوا أجازة وحنعلم النتيجة من حد مش انتوا بكرة اعملوها من بكرة اعمل بردو اعملو اولا انا كنت انا مشيت وانتوا احنا مشينا لا وطبعا ان شاء الله نتمامنا ان شاء الله الفوز لنا يا رب بإذن الله شكرا شكرا لك استاذ جمال والله بجد ساعة وتطلية رائعة حي كل التوفيل النادي الاهلي ودايما رفع رأسنا بإذن الله يكون الأفضل كمان فنيا عايزين نشوف اشتركوا في القناة